السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة اعادة التديير والخياطة. النهاردة عندنا اكتر من فيديو. اه عندنا سؤال من نهر رعطية. عايزة تديق كمر البنطلون الرجالي. وعندنا سؤال من سارة عوض بتقول ازاي اعمل بدانة شعر سوري. عندي كمان سؤال عن تركيب السوستة من ام سارة. برغم من اني عملت له اكتر من فيديو. ولكن لسه المعلومة مش وصلة. فحنا ان شاء الله هنعيده. عندي سؤال كمان تحويل البنطلون لجيبة. ده سؤال لمزياد اعرفة. تمام? الاسئلة دي جات على الفيسبوك على جروبي اعادة التدوير والخياطة. وجروبي الاخر الايات الزهبية. اه ان شاء الله هسيب لكم الرابط بتاع الجروب على الاسفل صندوق الوصف. بعتذر جدا انا تعبانة عندي شوية بد. فحاول بس يعني ان شاء الله اقدر اعمل الفيديو. عندي النهاردة ان شاء الله هاخد اول فيديو. هو تديق كمر البنطلون الرجالي. تمام? هيبتدي على بركة الله. ده البنطلون الرجالي يا جماعة. اهو. تحية لابو عبد الرحمن اللي سمح لنا النهاردة واتبرع لنا بالبنطلون ده. نعمل عليه كل التجارب بتاعتنا. من تضييق لسامكة لتضييق لتوسيع. شوفوا هو ادينا البنطلون وقالنا عمله لو انتم عايزينه. تمام? طيب. ده كده الكمر بتاع البنطلون. وحنا عايزين نضيقه. مستحيل ادية. البنطلون الرجالي زي ما بعمل مع الحريمي او الاطفال. يعني مستحيل اجي هنا واروح واخد اصل ارات او اراتين يمين واراتين شمال فلا. الرجالي ما ينفعش معهم الكلام ده. الدقة مطلوبة. في الرجالي لازم نشتغل شغل صح. مية في المية. تمام? الاداة دي انا ما باستغناش عنها ابدا. ابدا. اهي? ما باستغناش عنها ابدا. اسمها فتاحة عراوي. فتاحة عراوي. ما حل الخردوات او باقع الكلف والدنتر والحاجات دي. دي مهمة جدا. انا ما باستخدمها ش في فتح العراوي. انا لما بعمل العراوي. اه بجي اللي هي مفتوحة. انما دي انا باستخدمها ان انا بفك بها الخياطات. دي لا يعلمين. ما باستغناش عنها ابدا. ابدا. تمام? هقولكو ده وقت انامت بها ايه? الكاميرا اهو معانا. هنفك. الجزء ده كده. شايفين ده? اهو. تمام? انا فكيت. اهو. لازم انضف الخياطة. نرضى هنشتغل يدوي. علشان نسهل الامور. للناس اللي ما عندهمش مكن. والموضوع بسيط مش محتاج ابدا مننا ان احنا اه? يخيطوا على المكنة. وانا عايزة يكون اوضح. يعني انا عايزة يكون واضح جدا. تمام? لازم نندف اول بول. تمام? طيب بسوا يا جماعة. ما باجي اضيع ما بضيعش من اول هنا. يعني بصراحة كده احنا بنسيب الحيطة دي بالسراحة جدا. يعني يدوب التديق او في الجزء ده. الجزء ده كده انا ما بضيعش فيه خالص. يعني لو انا هبدأ تديق. بالورقة والقلم. بسيب منطقة الحجر. خمساشر سنتي دول انا ما باجيش ناحيتهم خالص. وموضوع سهل وبسيط جدا. تمام? اهو لازم افك كده. في الرجالي ما ينفعش استخدم غير لون الخيط. لون الحاجة اللي هعملها. لازم. لازم. تمام? لكن انا جبتي لون مختلف علشان الخيطة تظهر. علشان الخيطة تظهر معكم. تمام? عايز اعرف تديق ايه? بعد ما بتعرفي ازا كان اتنين سنتي او تلاتة سنتي اهو بنجمع دول مع بعض. كويس جدا. اهو. بتاخدي بالشكل ده الطلعة تدرجية. تدرجية. شايفين? شايفين انا طلعة ازاي? حاجات بسيطة. واكتر واكتر واكتر. لغاية اهو. شايفين التدريج? طيب. لغاية مطلع الاتنين سنتي بتوعي. الاتنين سنتي بتوعي. اهو. طيب وصلت بقى انا اهو. عملت القراطين بتوعي. وصلت بقى للمنطقة دي. لازم اتأكد ان الخطين دول على بعض. لازم اتأكد ان الخطين دول على بعض. تمام? اهو. لازم اتأكد ان هم مزبوطين. علشان ارجع كل حاجة للمكانها. تستمر بقى في الخياطة. الخياطة بغرس زيقة. ممكن تستغني عن المكانة خالص. يعني زمان قوي ما كانش فيه يا جماعة ما كان ما كانش فيه حاجة. والامهات والاجداد كانوا بيشتغلوا باديهم ويعملوا احلى حاجة. يعني مفيش كان اه حاجات بتاع دلوقتي الديزاينر ومصممين الازياء والمصلاحات الغريبة دي ما كانش فيه خالص ورق او قلم. ما كانش فيه يعني مسائل حسابية في الخياطة. ومع ذلك يعني اقولكو على حاجة. يعني انا زمان مثلا او دوقتي كنت يعني اشوف حاجة من الناس الكبار الجلاليب قديمة اللي هي كان بتتعمل اه بصفرة وتتعمل بقصات كده. واسأل مين اللي عملها? فاعرف ان اللي عملتها مسلا خياطة. يعني يقال عليه من مصطلح ايدوريك. يقال عليه خياطة ايدوريك. دي كانت ست بتبقى عادة. ست كبيرة بتبقى عادة والمقص وتحطه حتي ترمشة كده في حجرها. والمقص بتاعها وتقص لا مزورة ولا مارك ولا تبشير ولا 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 حتى فتحت عراوي ولا ايه. بصوا الاداة الوحيدة المقص بتاعها. كنت مستحيل تطلعي غلطة. مستحيل يطلع سانتي زيادة عن سانتي ده. او الكمة ده اوسع من الكمة. مفيش. كان تصميم وآآ كانت قصات جميلة جدا وسع جميل جدا. آآ مفيش غلطة. مفيش غلطة. مكانش في اي حاجة من اللي احنا بنشوفها دوقتي. والصعوبات اللي الناس بتشوفها في رسم البطرون. وآآ كورس مش عارفة عشان آآ نعمل ايه وتعليم ايه. امور ابسط من كده خالص على فكرة. ابسط من كده جدا جدا. هي بس حكاية ارادة. وتصميم منك. ومتابعة. وهتبقى محترفة جدا جدا جدا. تمام? هتقول لي اصل زمان ما كانش في آآ آآ قصات او موديلات. لا لو كان موجود والطلب منهم كانوا يعملوا احلى موديلات واحلى حاجة. تمام? طيب. انا مش عايزة فيه مسلا بيتقال انا مش عايزة اقوله. آآ الشاطرة تغزل يعني ما معناها برضو. هو ده المعنى اللي انا قصوده. ما كانش بتقف قدامهم حاجة. كنت يديهم اي حاجة هيصمموها يعني. اكيد معظمكم يعني من مصر اكيد فاهمني. طيب. انا كده خلاص. عملت. الكمر. اهو. شايفين? اهو. شايفين كده? الدنيا مشي كويس. تمام? بتيجي هنا. اهو. زيادة دي لو انت عايزة تقصيها بتقصيها مش عايزة? خلاص. بس انا بقى مش هقصها يا حسن عبدالابو عبدالرحمن يرجع في الكلام ويقول لي هايش في البنطلون تاني نبقى عاملين حسابنا صح? طيب. انا اهو. بروح موضبها دا كويس جدا. جدا. واه? واعمل كده ورجع ده تاني. تمام? لو عندي خيط نفس اللون. تمام خياطي على بركة الله ما فيش اي مشكلة. ما عنديكيش. نفس اللون تمسيكي بقى كده. والرفة. الرفة انك ترفي. وقلنا طرف خيط من هنا على طرف خيط من جوة. طرف خيط من هنا على طرف خيط من جوة. عشان ما تظهريش ابدا. وفي نفس الوقت تمسيكي الجزء ده. علشان ما يفكش. تمام? كده احنا ضيقنا القمر. تمام? وما جناش ناحية الاماكن دي. لازم تكون نضيفها زي مائية. تمام? عايزين نضيق البنطلون بتاعنا. طيب. في تديق البنطلون الرجالي ونركز اوي في النقطة دي. انا ما بضيقش من هنا. انا ما بضيقش من الحتة اللي فيها الجيب. ليه بقى? لاني انا لو ضيقت الحتة اللي فيها الجيب. مضطر اطلع بالخياطة الفوق. انا مش احتاجة ده. انا اصلا بضيق من القمر. فانا مش محتاجة ده. مش عايزة اعمل هنا مشكلة. يعني خلي المكان هنا نضيف. ودايما هتلاقوا الخياطة هنا شكلها حلوة ثابت. اخيات منين? اخيات من هنا. اخيات من هنا. عارفة اللي هيساعدك? انك لما توضبي كده الخياطة دي بالشكل ده. شايفين الزيادة دي? خياتي بقى. خياتي زي ما انت عايزة من هنا. لغاية ما تيجي على ما فيش. على ما فيش. يعني ما تجيش نحيط الحجر. ما ديقش في الحجر خالص. خالص. يعني اي خياطة على هنا ما فيش. بتطلع بتدريج. بشوف المطلوب. قراتين. تمام? باخد بالشكل ده. معايا هنا تبشيرة. تبشيرتي هم ملونة. بتاخدي الاتنين سنتي بتوعك او تاتة سنتي ايا كان المقاس اهو بالشكل ده. وبتبتدي تطلعي بالشكل ده كده 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 على ما فيش. مش هتظهر اي حاجة. بالطريقة العملية لو احنا قلبنا البنطلون. البنطلون اهو. قلبناه. تعالي هنا بقى. عادي فويته دي. اتخياطة برة مش من عندي. اتخياطة البيضعة دي اتخياطة برة مش من عندي. طيب انا هنا باخد اللي انا عايزها كده اهو. تلاتة سنتيو. عشان تبقى واضحة معاكم. خلاص. بتاخدي بالشكل ده اهو. وطبعا طول ما انت ماشية لو انت يعني كويسة كده في الخياطة وبتمشي بعينيكي خلاص ما فيش مشكلة. لا لو حاس انك لسه مبتدئ او في تردد. لا خليني امشيها بالمزورة كده. نقطة نقطة بدون ملل عشان الدنيا تكون مزبوطة. الاحتراف بياخد وقت. وايدك لما تمشي بتاخد وقت. اهو. خلاص اهو. تمام? كده. بيجي الرجل التانية. نفس الحكاية. نفس الحكاية جماعة. نفس المقاس وافضل ماشية بالتدريج نفس الحكاية. رجل البنطلون. لو انت انا جماعة عملت فيديو مهم جدا عن تانية رجل البنطلون. باستخدام الفزلين اللي هو بيلزق من ناحيتين والشوضهر ممجرد ما تحطيه. وبتاخدي الطول المطلوب. بتكوي خلاص بيثبت على فكرة وبعدم يتغسل ما بيطلاش. وبيبقى زي الجاهز تماما. ما فيوش اي مشكلة خالص. لو ساحب البنطلون متقبل انك تخياطي بالشكل ده. تمام خياطي ما فيش اي مشكلة. في الرجالي ما منتنيش زي الحريمي. يعني مش يعني ما ينفعش بقى الحريمي. اه تانية فوق تانية. تمام? ما ينفعش. ما ينفعش تانية سيبي شوية. لا. في الرجالي يفضل ان هي تانية واحدة. وتكون صغيرة. ما تكونش كبيرة. صغيرة يعني كده يا جماعة. ده كده صغيرة. يعني ما تكونش كبيرة. يعني ما ينفعش اطول اكتر من كده. ما ينفعش يقاتني مرتين. ما ينفع مطلوب جدا جدا الدقة في الموضوع ده ازا سمحته. ان شاء الله. هنعمل كل سؤال في فيديو خاص. اتمنى يكون الفيديو ده سهل. بسيط. اه انا كنت احبة ان انا انوح ان الاربع سئلة هيتعملوا على اربع فيديوهات. ارجو المتابعة. لان دي بدايتك. يعني لفضل لله طبعا واحده. انا مش مش بقول ان انا يعني سبب انك تتعلمي حاجة. لا. العفو طبعا. اه. ولكن خلينا نساعد بعض. خلينا نساعد بعض. خدي مني معلومة من غيري معلومة. جمعي معلوماتك. علشان تقدر تاخدي خطوة مهمة في حياتك. في انك يعني تدخلي مجال الخياطة او يكون عندك المشروع خاص بك. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم. عفوان ما تنسوش اللايك والشير والمشاركة. علشان الافادة تعم. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. شكرا